بدأت في محافظة تعز دورة تدريبية لمتطوع مواجهة فيروس كورونا والإسعافات الأولية والنفسية التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر اليمني وبدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عبر الصليب الأحمر الدينماركي وخلال الدورة التي تستمر يومين يتلقى أكثر من 25 متدربا ومتدربة مفاهيم عن الإسعافات الأولية النفسية وكيفية التعامل مع الأحداث المسببة للضغوط النفسية في ظل ظرف كورونا بالإضافة إلى مهارات الاتصال وطرق العناية الصحية النفسية